بسم الله والابن والروح القدس الهن واحد امين معاكم في تاني كلمة في المؤتمر بتاعنا الحقيقة كلنا في العالم بنتعرض لاحزان وضيقات ومشاكل ومتاعب زي ما تطلع تعالوا نبص كده ناخد ثلاث ايات بالزبط بقصاح السابع رسالة تانية لكورنسوس يقول فيها بوليس الرسول الآن انا افرح لا لانكم حزنتم بل لان حزنكم للتوبة لانكم حزنتم بحسب مشيئة الله لا لكي تتخسروا منا في شيء لان الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة اما حزن العالم فينشئ موته فانا هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم انشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيز بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء في هذا الامر نعمة الله الاب تكون مع جماعنا امين حقيقة واقف معاكم قدام طلبة بنقولها في الصلاة اللي بنصليها في نهاية كل ساعة واحنا بنقول ربنا نجينا من كل حزن رديء وواجع قلب الحقيقة الواحد بابا بيقول الطلبة دي حس يعني قلبه بيتوجع كده انا عايز اقف اصد حتة الحزن في حد ذاتها الحزن مشاعر انسانية طبيعية وعايز اقول اكتر انها مشاعر صحية الحقيقة الفرح انا بقى في اصد حاجة كده مش عارف هي تناقض ولا ايه لكن عايز اقبص عليها عشان نصلح المفهوم ده مع بعض الفرح فمر من ثمار الروح القدس فليه جي ربنا في المعز على الجبل وطوب الحزنة وقال طوبة للحزنة الان لانهم يتعزون تعالوا نوضح حاجة ان اولا ربنا لما طوب طوب الحزنة مش المهموم مش اللي شايل الهم مش المكتئب اللي راح انا مش بتكلم على الاكتئاب المرضي لكن بتكلم على الكئابة اللي هي انسان مصر يكشر وشه يتدايق قصاد المشاكل يحملها اكتر من حجمها الحزن زي ما قلتلكم بداية للعلاج والشفاء ساعات كتير جدا نشوفها واحد ففقد احد احباؤه بيعيط وبيبكي الناس الحكيمة تقولك ايه سيبوا عيط سيبوا يطلع على الجواه الحقيقة لما بيبتدي عيط وبتدي يطلع على الجواه ده بداية الشفاء اما لو افعل على نفسه وكتم حزنه جواه وابتدى يسمع على صوت الشيطان هو اعمال يكبر له المشكلة او يضخمها له داخل في بداية السقوط في اليأس لو بكينا على ميت دي بداية الاتعازية لو بكينا على خطيتنا دي بداية التوبة لو بكينا على فشل عملناه سواء في امتحان او في شغل دي بداية اصلاح الطريق عكس البلدة اللي ممكن تلاقيه واحد متبلد او كاتم جواه وعمال يفكر تفكيرات سلبية تسحبه لحتة غلط الحزن الصحيح الحقيقة هو الحزن اللي بيقدي للنجاح من حرب الشيطان اللي عايز يفقدنا الحال الابدية او انه عايز يفقدنا التمتع بخلاص المسيح الناس اللي بعيدة عن المسيح ومتعرفش ربنا لو احنا حكينا لهم قصة الخلاص زي ما هي في ايماننا بنقول ان احنا بنؤمن بالمسيح مخلص يعني ايه مخلص يعني الله تجسد واخد شكل البشر او خد جسد بشري كامل علشان يفدي الانسان ويموت بداله وينجيه من حكم الموت فاصبحت انا مفدي من حكم الموت ده مسيح مات بداله بعد كل ده انت مش فرحان يعني ازاي باين عليك الحزن والكآبة وانت عارف انك انت انسان فرحان ازاي الكتاب المقدس بتاعك يحمل الانجيل اللي هو البشارة المفرحة وانت حزين ازاي الناس تصدق انك انت فرحان او انك انت تحمل البشارة المفرحة وشك مكشر وبيعكس عكس اللي انت بتقول علشان كده تعالوا الاول نفهم ايه هو الحزن الرديق اللي احنا بنطلب من ربنا انه هو ينجينا منه اول حزن الرديق يمكن يكون باين جدا هو حزن انسان مغموس في الخطية زعل على شهوة او خطية ما تممهاش او تعطلت ودي اسوأ صور الحزن الرديق يعني ده مش دريان اصلا بنفسه يعني عشان كده يعني واحد كان رايح يسرق وبعدين لقى في كلب فعطله فرجع متدايق واحد كان رايح مقابلة غلط حصل موقف عطله واحد كان رايح يتخانق مع حد والشخص ده ملقهوش فما طلعش اللي جواه خطية كان ناوي يعملها والحقيقة عطلت لاي سبب فيزعل ويكتئب علشان خاطر الخطية اللي هو كان متصور انها هتفرحه لكن الحقيقة هي كانت هتوديف ده هي وقفت او عطلت صورة تانية للحزن الردي الحزن الناتج عن التعلق بامور العالم في قصة المسيح مع الشاب الغني رح له الشاب ده ويقول له ماذا افعل لقرث الحال ابدي فقال له احفظ الوصايا قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي منه انا عائل صغير وانا حفظ الوصايا وبجاهد فيه فنظر اليه يسوع واحبه وقال له ان اردت ان تكون كاملا اذهب وبيع كل ما لك واعطيه الفقراء وتعالى اتبعني فيكون لك كنز في السماء الحقيقة الشاب ده يتقال عنه ايه مضى حزينا لانه كان ذائم والكثيرا طب واللي عنده فلوس كتيرا متدايق لا مشكلة مش في كده مشكلة انه كان غني ومتعلق بممتلكاته دي اسيب القصر ده اسيب البيت ده اسيب العز ده اسيب الفلوس دي وابقى فقير لا تدايقني يمكن ما تكونش عندنا بنفس الصورة بتاعت الشاب الغني لكن في ساعات واحد يكون مثلا عنده حاجة في لبسه غلي عليه قوي تتقطعت او دابت يزعل واحد جايب عربية جديدة اول خربوش او اول خطة في العربية دي يزعل واحد كان رايح يتفسح والفصحة مجاتش على مزاجه يزعل الحقيقة ده بنقول ربنا نجينا من كل حزن ردي امره كنت ناوي افرح بي افرح بي وتمتع بي زي ما هو امور العالم دي كلها تتلم يعني هي كلها احنا كده كده هنسيبها ونمشي كده كده انت الحاجات اللي انت زعلان عليها قوي دي انت سيبها وماشي فما تزعلش على حاجة كده كده هتسيبها وتمشي نوع ثالث من الحزن الرديق وده الحقيقة موجود كتير جدا في حياتنا وموجود في بيوتنا بكترة الحزن الناتج عن توقعات من اشخاص انا كنت مستني منهم اهتمام اكتر من كده كنت مستني منهم تفاعل اكتر من كده الحقيقة نتيجة عشم مش في محله عشمان في اشخاص ان هما يسندوني وساعة الجد اختف عشمان في اشخاص كنت متخيل ان هما بيحبوني وساعة فرحي ما لتهمش جنبي وساعة حزني اللي فيهم يقولك اتكسفت اتكلم مش عارف اقولك ايه حبيبي تواجدك بس كان كفاية لكن الحقيقة بنزعل العشم في الناس بالزيادة نتيجة تعلق قلبي بالفرح اللي جاي عن طريق الناس اللي بتفرحني الحقيقة ممكن يقدي الحزن رديق او ممكن اكون عشمان ان انا بعد ما تعبت وعملت مجهود كبير في تربية اولادي بعد شوية لقيتهم كل واحد انشغل في دنيته وهو ده الطبيعي يا حبيبي ده الطبيعي انت مكنتش متوقع بالشكل ده لكن ده اللي حصل او تعبت وعملت مجهود في شغل او في استثمار معين وما جابش النتيجة اللي كنت مستنيها كل ده حزن رديق حنزعل كمشاعر انسانية طبيعية ماشي ولكن مشاعر زيادة تؤدي لحزني يجيب لي نكد وينكد على حياتي ويفسدها اهو ده اللي مش مفروض نعمله نوع تاني من الحزن الرديق وارجوك انتبهوا جدا للنوع ده من الحزن لان ممكن يكون اخطر انواع الحزن الرديق حزن التوبة الخادعة يعني ايه التوبة الخادعة تعالوا كده نسأل انفسنا احنا امتى بنعيط بنعيط يمكن على فقدان شخص عزيز ماشي بنعيط على حاجة يعني قلب يتكسر في موضوع معين ماشي بعض الناس وقت توبتها بتبكي قليلين جدا اللي بيبكوا دموع توبة حقيقية زي اللي عمله بطرس الرسول تعالوا بص بطرس بكة ازاي عشان ده نموذج يعني بعد ما انكر المسيح ثلاث مرات وسبه لعن وقال لا اعرف الرجل صاح تديك فافتكر بطرس اللي قاله المسيح انه قبل صياحة تديك تنكرني ثلاث مرات انك تعرف وبعدين بصل المسيح وخرج الى خارج وبكى بكاء مرا البكاء كان ليه ازاي كسرت قلبك يا رب ازاي كسرت وصيتك ازاي زعلتك بعض الناس جوه التوبة ازاي انا اقع في الخطية دي ازاي ابقى خادم جوه الكنيسة ازاي ابقى مسيحي واعمل كده ازاي ابقى ايا كان ما لك مخدود قوي كده ليه على نفسك تبتبكي على خطيتك ولا بتبكي على ربنا اللي زعلته ولا بتبكي على تمثالك اللي تكسر اللي كنت مش متخيل ابدا ان امثالي يقعوا في خطايا زي كده ده انا ما عملتاش وانا صغير اعملها دلوقتي الحقيقة الانسان المتضع يعرف انه هو مهما كبر هو صغير قدام ربنا يزعل ولكن زعل يؤدي للتوبة مش يؤدي لفقدان الرجاء وخد بالك وفقدان الرجاء ده عمل ايه في يهوزة خلاه راح شنق نفسه يمكن في بعض الناس توصل لمرحلة يهوزة دي تحس انه مفيش رجاء خالص وقطع رجاءه تماما وفي ناس ممكن نفس الصورة ولكن ينتحر انتحار معناوي اللي هو اللي انتحار معناوي ياخد قرار انه خلاص التوبة دي مش لامثالي وده اللي عايزه الشيطان اه دي حزن رديء بدل ما يخليك تتوب وتزعل على خطيتك تزعل على نفسك وبالتالي تقرر انك انت مانيش راجع بقى كفايا خلاص ما حاولنا كتير ومع الاسف فشلت مننا ويظهر ان التوبة مش بتاعتي نوع تاني من الحزن الرديء والحقيقة بيتكرر كتير قوي حزن على امور ثانوية في الحياة ما هيش اساسات خالص يعني فريق ايه بيشجعه خسر ماتش زعلت ماشي بنزعل زي ما انتفقنا الزعل ده امر طبيعي والحزن ده امر طبيعي في حياة البنادنين وإلا يبقى ما عندناش مشاعر ولكن حزنك على خسارة فريقك تخليك تنكد على عيالك وتعادهم في البيت تقول مش طالعين كذا حزن على زوجة كانت بتجهز لطبخة معينة وطبخة بازت منها او تحرقت حزن على فلوس دفعتها في حاجة وطلعت بيزة حزن على ترفيه اتمنيته او فسحة معينة اتمنيت ان انا اروح انبسط فيها وروحت وما انبسطتش لأيت المكان مش كماجب او اشتريت حاجة وطلعت مش زال مكاتف الاعلام حيح حزن على امور ثانوية طبيعي نزعل لكن مش حزن لدرجة ان انا اقفل على نفسي واتخانق وافكة سلامة تعالوا انبس ايه اللي يخليني احزن هذا الحزن الرديء يعني ايه اللي يخليني اوصل للحزن الرديء ده زي ما اتفقنا الحزن كمشاعر طبعية بشرية انسانية عادي جدا واي حاجة من انا قلتها دي وارد انها تقدي لزعل لكن مشكلة ان بتوصل لحزن رديء يعني حزن بلا رجاء وحزن خاطئ الحقيقة على بعض الحاجات زي ما قلتلكوا حاجات من الاول غلط حزن الرديء ينتج عن ذاتي ذاتي يعني ايه انا انسان شايف ان انا اهم واحد في الكون وكان المفروض اتقدر اكتر من كده لو لكم على حاجة غريبة جدا ممكن تحصل في الحتة دي بالذات لما نزل بوسته على الفيسبوك وفلان يشوفه وما يعمل ليش عليه لايك او يتجهله لو واحد زائل مني ورح امالي بلوك الحقيقة مدسش على رجلي يعني بس يعني عمالي بلوك فازعلت اوي وتنكدت اوي وتضايقت يعني الحقيقة ذاتي هي السبب ذاتي هي السبب عشام اللي كنت عشمان فيه في الناس زي كنت عشمان فيه ما يعملوا فيها كده يعني انا اعمل لهم هما ما يعمل ليش هو انت شغال بالقجرة هو انت بتحب محبة مأجورة وتقدم محبة عايز مكافئتها في السماء ومن ربنا لما ذاتي تبقى هي الاساس تخلينا اتنكد وازعل انا متعملتش معاملة لايئة انا حطيت توقعاتي على ناس غلط وزي ملتلكوا اخطرها في حتة التوبة انا ما كنت شقعة وعاء زي دي فارجوكو ننتبه للحتة دي سبب تاني للحزن الرديء زي ملتلكوا العشم الزيادة او نسميها الدالة الفوق الطبيعي او الزيدة توقعت ان انا لما اروح لفلان في اي وقت استقبلني في بيته استقبال مبسوط ان انا جيت يا حضرتك جيت بس انا جاي من غير معاي وجيت على غفلة ما تفرقش الحاجات دي انا لما اجي في اي حتة الناس تستقبلني ده زي اخوه يا دي يجي في اي وقت طيب وانت لما روحت في اي وقت هو مش مستعد فارتبك تفتكر من هو قبلك ما قبلى وحش وبعد الناس تظن في اخرين ظن سيء جدا يقوله انت ازاي ما تردش على تليفوني ازاي تقفل موبايلك ازاي تعملني المعاملة دي حبيب ممكن يكون عنده حزن هو مش قادر يطلعه لحد ممكن يكون فيه شيء تاني مدايقه وما لوش صلاحيات نحكيه لك وانت مش عايز تعمل كده ساعات تبان بين الزوج وزوجته لما يروح البيت ولاية متضايقة يبدأ ليه مكشرة ليه ساميت خبر وحش طب ما تقول لي ما هي لسه مش عايزة تفاجأك بيه اوما دخلت او الزوج داخل متكشر كده او زعلان فزوجته او ولاده مالك داخل زعلان ليه ايا كان اتعرض لديقة في مشكلة دايقته في الشارع في مشكلة دايقته في شغله في حاجة زعلته يعني فاستنى شوية استنى شوية وافهم اللي قدامي وتعامل معاه والحقيقة ساعتها هعرف اسامح وعذر سبب تالت بايخ بقى من اسباب الحزن الرديق وسبب بايخ جدا يعني فيه ناس بتلعب اللعبة دي علشان تستدر عطف الاخرين زي اللي اسحى الصبح كده رحطت على صفحته على الفيسبوك ولا على اي حاجة من الحاجات بتاعت التواصل دي يقول متدايق ويسيبها ويروح يشوف اللي وراء بقى والناس عمالة تبعت له مالك سلامتك تعبان فيك ايه وساعات يعملها بقى لايف كده فيست وفيست مع الناس يعني تلقوه متدايق ومكشر عشان الناس تعمل ايه مالك يا فلان مش على طبيعتك النهاردة ليه فيدولوا شوية اهتمام زيادة او يعزموا عليه بحاجة زيادة طب امسك تزعك طب خد دي مش عارف طب سبستك شوية طب تعالى معنا الحتة الفلانية ويعدوا يتحيلوا عليه وكل ده اساسه الذات اللي قلنا عليه لكن هو عايز يبقى محور اهتمام الناس ويستدر عطفه سبب كمان للحزن الردي اذا كنا بنحزن على امور الدنيا والحاجات اللي بتدايقنا فيها حب العالم والتعلق به حب يوصل لدرجة نسيان السماء انا عايز اسأل نفسي سؤال في الحتة دي القدسين اللي تصدرت املكهم او القدسين اللي حياتهم يعني كان فيها عزبات اللي جسده اتشرح وتقطع وتحرق وتعمل فيه حاجات كتيرة قوي وتهان وتقلق امته اللي زي دول كان ممكن حد فيهم يزعل انا بتخيل لو المسيح واقف واحد من الجنود خدوا بالقلم كده او بسق في وجهه والمسيح الدايق وزعل كده وقال خلاص مش مكمل عشان تعرفوا احنا احنا ساعات بنزعل على كرمتنا او او مكانتنا في العالم مش كلا ان الحزن بتاع حب العالم وحب التملج ده يقدي الغيرة لان دايما انا عايز نفسي نمر واحد فلان جاب العربية الفلانية اجيب زيه او احسن منه فلان خد شقة في الحتة الفلانية اعمل زيه عشان كده تلاقوا حتى في الاعلانات يحاول يعمل كده فلان اشترى وفلان اشترت وفلان اشترى انت لسه مشتردش او الحقيقة لسه مشتردش من قاعد في شقة كهيسة مش متدايق منها يعني فالحقيقة الحزن الرديء حزن على المنافسة العالمية او مقتنات العالم وحب التملك حب اعايز بقى عندي حاجة ولو ضعت مني او تسرعت ازعل جدا جدا حبيبي انت لسه كويس انت تقدر تعمل الحاجات دي بش هي اللي بتعملك مش كلا ان الانسان لو شايف امته في الحتة دي ده سبب كفيل جدا انه يزعله لان هو حسن فقط حاجة عامل له ايه ما يعني سبب كمان ممكن يكون سبب شخصي مع بعض الناس فيه ناس شخصياتها ميالة للمبلغة في الحزن يحب لما يزعل يعني يعليها بزيادة وكأن ده هو ده يقوله كده فلان زعل بجد يعني يحب يكشر بزيادة ويداي بزيادة يسيب دقنة طوال يهدومه تبقى مبهدلة بعض الاماكن يمكن كنا بنشوف بعض القرى في الصعيد صوتهم على الميتين عالي اوي ومبالغ فيه جدا مهمة بس لو فيه حزن حقيقي صدقوني يوصل لتعزيم مدام الحزن الرديق ده بينكد علينا حياتنا وإحنا بنصرخ لربنا النهاردة وبنقول له يا رب نجينا من كل حزن رديق إزاي ننجو من الحزن الرديق ده أولا اعرف ان هو حزن الرديق اعرف ان الحزن الرديق الحزن الكويس بيبتدي بتعبير عن الحزن ويكمل في خطة الإصلاح اللي بعد كده ايه زعلت ان حاجة بازت مني أيوة والخطوة اللي بعدها أرميها واجيب غيرها أو أصلحها أو أحاول ألاقي طريقة أتأقلم بها مع الحاجة اللي بازت دي خطوات علشان نوصل ان احنا ننجو من الحزن الرديق ده أول حاجة من فضلك اتمسك بربنا مصدر الفرح والجأل أحزان العالم هتيجي هتيجي طبيعي احنا في الدنيا يعني احنا طول ما احنا في الدنيا هنتعرض لأحزان إن ما كانش بسبب وفاة حد بسبب حاجة بازت بسبب خسارة معينة بسبب موقف ديئك بسبب حد اتعامل معاك بطريقة مش لائقة كل دي أسباب جميلة وممكن تأدي الحزن وتواقع أيها ومنطقية جدا لكن الإنسان اللي متمسك بربنا في وسط الضيق تلاقيه فرحان علشان كده تقوله نجينا من كل حزن رديق وريني يا رب الحزن الطبيعي بقى ازاي وقول مع المزمور عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلزز نفسي هتلاقي فيه تعزية حلوة جاية من ربنا بتهديك وترطب سخنية الموقف وتحس ان فيه حاجة كده هديتك داخليا وسحبت منك هذا الحزن ولكن أرجوك تجاوب معاه حاجة تانية تساعدني اني أنجو من الحزن الرديق من فضلك حط كل حاجة في حجمها الحقيقي الشخص اللي مات ده عمره هو غالي علي وحازع اللي فقدانه ماشي ولكن حط الموضوع في حجمه الحقيقي كلنا هنتعرض للموت الحاجة اللي اتخبطت دي أنا جايبها علشان استخدمها مش عشان هي اللي اتنكد علي الخطير اللي اغلطتها ده نتيجة ضعف مش ببلادة أو بلا مبلاة ولكن بحزن ينشئ توبة مش حزن ينتج يأس وفقدان رجاء الحاجة اللي زعلتني او تعامل الناس معي الناس بتتغير والناس عندها ظروف مش فاضين لي علشان يعودوا يسقفولي ويمجدوني كل ما يشفوني انا مش معدي في موكب لازم ناس توقف انتباه وانا بعدي ارجوك حط كل حاجة في حجمها الطبيعي انت كشخص لو مدير او اب او زوج او ايا كان وضعك انت مهم بالنسبة للناس دي ولكنك مش كل شيء في حياتهم طبيعي انك انت تتعرض لبعض المضايقات لكن حط كل حاجة في حجمها الحقيقي وبلاش تحط لنفسك صورة كبيرة عن نفسك حاجة كمان الحزن الطبيعي زي ما قلتلكم موجود ولكن اوعد سيبه يتصرب لأعماقك اوعد سيب الشيطان يقعد ينفخ في الصورة ويكبرها ويقولك يعني ان حياتك انتهت بعد الامر الفلاني او بعد الشخص الفلاني او بعد خسارة العلاقة الفلانية انت حياتك تحولت لجحيم او لسواد ارجوك مفيش حاجة تسوّد حياتك او تنكّد عليك خليك دايما فرحان خلي الفرح منهج خلي الفرح انت عايز تعمل ده وصية بقولي سرسول بقولها افرحوا في الرب كل حين ده امر ده امر لو انت في ربنا لو شايف كل حاجة في حجمها لو شايف الارض دي كلها عبارة عن كرة كده في قبضة يد الله وهو ضبطها مش هتسيب الحزن على اي حاجة من امور الدنيا دي تنكّد عليك او توصلك للاكتئاب او الحزن الردي حاجة كمان الاية لسه بقوله حضراتكم دلوقتي عند كثرة همومي في داخلي الهموم جاية تعزياتك تلزز نفسي دي كلمة بنقولها لربنا والله دايما يرسل تعزياته في الوقت المناسب اجمل حاجة في الانسان عشان ينجو من الحزن الردي انه يتجاوب مع تعزيات الله مش يبقى احد شايف ربنا بيحاولي طبطب عليه ويقوله كلام حلو هو مصر ينكّد على نفسه اه ربنا فرحني بس الحاجة الفلانية ما رجعتش مهي مش هترجع خلاص مهودية كسرت ومش هتتصلح تاني خلاص متعودش تنكّد على نفسك فتجاوب مع تعزيات الله حاجة كمان ودي خطوة عمالية لازم تعملها اذا كنت حزنت لاجل سبب ما حاجة بازت لو في ايدك انك تصلح هذا الخطأ صلحه لو اخطأت صلحها بالتوبة لو غلطت في حق انسان وخسرته من فضلك روح صلحه وديه لوقته علشان ينسى الاساء اللي انت اسأتها ليه لو خسرت حاجة نتيجة خطأ ما في شغلك صلح الخطأ ده عشان ما تنغمسش في خسارة تاني اكتر ودور انك انت ما تغلطش الغلطة دي تاني كنت اتعملت في شغلي القديم مع مجموعة من الامريكان وكان الحقيقة المكان اللي كنت شغال فيه كان بيورد لهم نوع من المنتجات فحصل خطأ في منتج من المنتجات ولما وصلت لهم العينات قالوا العينة دي غلط انتو انتكتوا منها قديلنا لهم قديل كده قالوا حناخدها ولكن احنا عايزين حاجتين خطة لإصلاح الخطأ ده هتعملوا عشان تصلحوا الغلطة في بقية المنتج وخطة ان احنا نقي بيها نفسنا يحصل لنا نعمل وقايا ده ما يتكررشوا مرة تاني وتعاملوا مع الموضوع بمنتهى الهدوء رغم ان فيه حاجات بازت احنا عندنا لقى خلاص اقطع العلاقات اسحب المؤدم الغي الشغل هو مش عايز كده هو مش عايز كده احد اصدقائي كان بيقول لي في مرة لما سافرت برة مصر اول حدث عملتها بعربية تنزلت زعق فبقوله عادي احنا عندنا هنا بننزل نزعق يعني فبقوله ايه اللي حصل قال ينزلت زعق زي ما بنعمل هنا عشان ما تزعق تاخد حقك يعني بتحرج الشخص اللي انت خبطته يعني عشان ما يقولكش انت اللي غلطة انت اللي غلطة انت اللي وقفت فجأة انت اللي عملت كذا فجيه بسرعة ظابط الشرطة ووقف بسرعة معاهم كتب المحضر بالواقعة ولا رجع ما لي زعق فبقوله حدث رجع بتزعق ليه العربيتين متغطين بالتأمين والتأمين هيصلح العربيتين ولكن انت عليك مخالفة انك عملت كذا وهو عليه مخالفة انت عمل كذا والموضوع تدفع المخالفة وانت هادي مش محتاج توقف تزعق صلح الخطأ ولكن ما تسبش الموضوع يتحول بالنسبة لك لانك انت فاشل انت لو غلطت في سؤال من الامتحان انت مش فاشل انت غلطت في سؤال ولو سقطت في امتحان انت مش فاشل انت سقطت في امتحان ولما تعيده هتنجح فيه ولو تعرضت المحنة والأزمة معينة انت مش ضايع وانك انت انسان ما بتعرفش تكسب الناس لأ انت عندك ناس من أصدقائك انت كسبتهم واذا في حد زعل منك ما تزعلش المسيح نفسه ما كانش كشخص محموب جدا ومفرح جدا مش كل الناس اتفقت انها تبقى مبسوطة منه او راضي عنه في ناس تأمرت عليه ونس صلبته وناس كانت رفضة منهجه نقطة كمان عشان تنجوا من الحزن الرضيق بعض الامور بقى اللي مش هينفع تصلحها من فضلك تأقلم عليها وبتدي اتعامل معاها انا لو صحتي كويسة النهاردة وبعد شوية تعرضت نتيجة السن نتيجة حادثة تعرضت لها نتيجة مشكلة انها تخبطت في رجلي وبقدرش انزل السلم بسرعة ما بقدرش قادر اجري زي زمان ما بقدرش قادر اعمل امور كنت بعملها في وقت معين اتقلم وتعايش معاها اتقلم معلون الشعر الابيض اللي بيطلع في راسك اتقلم معا ان العمر مش دايم اتقلم معا ان الحياة فيها متغيرات كتيرة جدا اتقلم معا ان الناس ممكن تكون هما نفسهم مش سبتين اتقلم وقبل بعض الظروف المعكسة اللي ممكن تحصل اتقلم وقبل بعض الناس المتعبة اللي دخلت حياتك حتى لو كان نتيجة الخطأ منك ومش هتقدر تخرجهم اتقلم وقبل دا لانك انت الحقيقة لازم تتعايش مع الظرف دا بس اوعى تخلي حاجة تسحب فرحك وسلامك اقبل ضعفات الناس لان احنا نفسنا مليانين ضعفات اقبل اخطاء الناس لانك انت ما ينفعش طالب الناس بمثاليات انت نفسك مش هتعرف تعيشها اقبل وفرح لان فرح الرب هو قواتكم تعالوا نبص اخر اية قرناها ونبص كده بقى على الحزن الصحيح اللي بحسب مشيئة الله تعالوا كده ناخد الدرس مبوليس الرسول في هدوء يقول كم انشأ فيكم من الاجتهاد ابتدت تعمل مجهود اكبر علشان تصلح اخطائك القديمة دي بل من الاحتجاج احتجت على نفسك ازاي انت سبت نفسك تغلط الغلطات دي احتج على الشيطان اللي وقعك فيها احتج ازعل اقول له رب انا عايزك تبقى معايا اكتر تمسك في ربنا اكتر بل من الغيز اتغسط ازاي الشيطان اللي هو ما يقدرش علي طول ما انا ابن ربنا ازاي غفلت لدرجة انه هو ديحك علي وقعني بل من الخوف والخوف دي بالذات تخدوا بالك وده خوف مقدس خوف على فقدان ابديتي لو فضلت في ده هو انا لو فضلت بدون فرح انا كده روح ربنا بيعمل فيا ثمر روح باين علي ولا انا واقع في مطب انا محتاج اخلص منه يقول بل من الشوق شوق الان انا اخلص من هذا الحزن وارجع للفرح الاولاني وده بالكو ازا كانت التوبة بتأدي الفرح وازا كانت الحياة مع ربنا بتأدي الفرح انا عايز ده يبقى عندي هذا الاشتياق للفرح ده بل من الغيرة غيرة من اللي سبقني غيرة من اللي وصل والحاجات دي ما اثرتش فيه غيرة منه ازاي انا ابقى زي وعايز ابقى حلو غيرة مقدسة مش غيرة عشان واحد جاب حاجة وانا مش عندي منها بل من الانتقام وهذا الانتقام يكون من مين من العدو من العدو بتاعي هو الشيطان بس طب والناس اللي حولها دي ناس ما تحوك عليها منه ما تخافش ارجع وامسك في نفسك في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء وفي الحتة دي برق نفسك وقف اصاد الحزن وقف اصاد الضيق وقف اصاد الهم ازعل ازعل الطبيعي الاولاني ولكن اوعد سيب الحزن يخش جواك ويغرقك اوعد سيب الهم يسحبك لتحت اوعد سيبه لان افتكروا ان غرور العالم هموم العالم وغرور الغنى خنقوا كلمة ربنا في مثل الزارع في البزرة اللي وقعت بين الشوك اوعد سيب شوك العالم يسحبك لتحت ويخنق الكلم اللي جواك وتصير بلا ثمر ربنا يحافظ عليك جميعا ويحافظ علينا من الهموم وينجينا من كل حزن رضيء ووجع قلب له المجد والاكرام الى الابد امين